السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف ننشأ أو نحذف تايبل من الداتابيز لو لا تنشأ تايبل الجديد أقترح عليكم الكود التالي إذن عندي class createTableInDatabase عندي المينميثود throwsException أبدأ بتسويط الكونيكشن مع الداتابيز إذن أولا أحدد الدرايفر اللي هيستعمل لتنفيء للتعامل مع الداتابيز ثم أنشأ أوبجيك نوعه connection يسأوي driverManager.getCon وحدد الداتابيز التي سأنشأ داخلها تايبل جديد إذن اسم الداتابيز هيكون firstDatabase أنشأ statement يسأوي connection.createStatement وحدد الكوري إذن أنشأت نوعه string يحتوي على الأمر الذي سأرسله للداتابيز وهو createTable إذن أنشأتابل اسم التابل teacher هذا التابل حيحتوي على العديد من الكولومنس الأعمدة العمود الأول اسمه id نوعه integer إذن id هنا العمود الأول ستكون موجودة في العمود الأول ستكون كلها integers ثم firstName العمود الثاني firstName وهو مجموعة من الحروف lastName نفس الشي مجموعة من الحروف ثم salary راتب الأستاذ وهو float وأحدد أقول أن primary key ستكون في هذا التابل تكون id إذن لا يمكن أن يكون فيه اثنين teachers عندهم نفس id ثم أقوم بتنفيذ الكوري statement.execute update بين قوسين وضعت الكوري وأنهي بتقفيل الكنيكشن عندما ننفذ هذا الكود أتحصل على الجدول التالي وهي حيث تخزينه داخل الداتابيز العمود الأول id العمود الثاني firstName العمود الثالث lastName والأخير salary الآن لو أردنا أن نحذف table إذن اقترح عليكم الكود التالي كما نعطي عندي للكلاس deleteTableFromDatabase المين méthod throws exception هنا أقوم بتسوية الكنيكشن مع الكنيكشن وحدد الدرافر اللي حيستعمل عن تكون فيه الكنيكشن مع الكنيكشن ثم أنشأ الكنيكشن يسوي DriverManager.GETConnection بين قوسين وضعت الداتابيز التي حاستعملها وأتعامل معها أنشأ statement ثم أقوم بتحديد الكوري إذن الأمر الذي سأرسله إلى الdatabase هو drop table student إذن سأقوم بحذف الtable student والمخزن في first database ثم أقوم بexecute update بين قوسين أضع الكوري وأخيرا أقوم بتقفيل الconnection لو أنفذ هذا البرنامج الكمبيوتر سيروح داخل الdatabase first database ويحذف الtable student